السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائي الأعزاء إن شاء الله نتكلم عن خط الزرع الراوي بتاع الجنينة بالطريقة البلد إحنا عارفين نفتح محبس وقف المحبس عشان ناروي الخط الزرع والكلام ده ولكن محمد صلاح بيقول لحضرتك هي حاجة موجودة من فترة ولكن بنذكر في إن الزجرة تنفع على المؤمنين اعمل حاجة اسمها محبس كهراء ده محبس كهراء ده طايمر اسمه محبس هنطر خمسة سنين على حسب اللي يمشي بعد في الكفاءة هنا في الراي المهندسين الراي طبعا عارفينه وإحنا كنسبكين عارفين إيه كل حاجة بالمواصفة بعدها في المأسجو تاحها عندها دينا كده جنينة وبرا الناحية التانية فيه جنينة بيجي للخط الرئيسي ده اللي هو بتاع السرع ده اللي هو اللي جاي من المصدر أي هنا يمركب حنفية عشان لو عايز اشغل خرطوم واروي يدوي معي حنفية برا محبس الكهرباء تمام كده؟ ده الراحيات مأسسين فجاي انا جاي بخط رئيسي اهو اللي هو اللي جاي طبعا لسه بنظبط الكلام ده انا جاي اهو دي هنا ده اللي جاي من الرأي ده يركب هنا حنفية ملاش علاقة بمحبس الكهرباء محبس الكهرباء بيركب من هنا لهنا الخط ده اللي هو الخط اللي احتلوها ياخد من محبس الكهرباء هنا دي طبع هتقطعها وتركب فيها جلبة بسن وتركب الراوي يمشي كده كده هتغزي الجنينة بتاعتك ونفس الخط ماشي رايح للجنينة ده الحديقة الناحية التانية تمام كده؟ انا دلوقتي عملت محبس كهرباء بيغزي معايا الحديقة التانية في بقى الناس بتحب تحط محبسين ومحبس على حسب كل حاجة حسب المواصفة بتاعتها وبيحتاج روح الكهرباء على علم الكهرباء بيركب هنا بتيجي هنا لقوحة لطش بتركب هنا كده حاجة بوكس الخارجي كده شكلها شيكوكيام حاجة وطر جروب وايه بيركب معايا محبس الكهرباء بيزبط لي بقى على طايمر عايز للرأي يشتغل كل ساعة ويبطل ساعتين يشغل ساعتين ويبطل ساعة على حسب ما انت عاية تثبت الطايمر بتاعه وانت مسافي وانت بيش موجود الزرع بيشرب ميته باستمرار ده بيخلاف من الماء لو قضعت عليه او الخزان فودي او القصة دي كلها ان شاء الله رب يقول اعجابكم وتابعوانا ان شاء الله على صفحة صباق شاطر على الفيسبوك او خرص صباق شاطر على اليوتيوب شكرا